تطوير قاعدة الصناعات العسكرية رهان تسعى المؤسسة العسكرية إلى بلوغه من خلال توسيع مجالات التصنيع وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب من خلال شراكات مع عدة علامات عالمية لبلوغ مستوى الجودة المطلوب طلبات الجيش باهظة والسوق الوطني ثاني داي هي أمر بمنتوجات خاصة في بيدا الشاحنات والحافلات الشراكات كما ميرسيدس مثل ميرسيدس والرينميتال وما بعضهم آخرين عندهم الشبكة البيع كثيفة في العالم اطرحنا في دراسة دقيقة ورانا في النهاية باش نخلقوا الشركات ميكانيكية لتنتج هذه المكونات تحت المحرق ولتحت الشاحنة وبالإضافة إلى الكلفة الباهظة التي توفرها المؤسسة العسكرية لميزانية الدولة بدخولها مجال التصنيع بطاقة إنتاج بلغت ألفي مركبة سنويا قد تصل إلى ستة ألاف فتحت أكبر عدد لمناصب الشغل بفضل المصانع الموزعة على عدة ولاية بالوطن وخلال اليوم البرلماني حول واقع وأثاق الصناعة العسكرية في الجزائر تم الإجماع على أن هذه الصناعة استطاعت في ظرف وجيز إحداث موازنة هامة في الاقتصاد الوطني في خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي مطلع 2019 لمختلف وحدات المؤسسة العسكرية وطموح لبلوغ مرحلة التصدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر